موسيقى الثالث عصرا الواحدة بتوقيت جرانتش جولة اخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة اهلا بكم بداية هذه الجولة الاخبارية مع العلاقات المصرية الاماراتية موسيقى الى التفاصيل اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل في برج العرب الاسكندرية ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بالامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد النهيم تتسم العلاقات المصرية الاماراتية بانها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية من حيث القوة والمتانة وقيامهما على اسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة اضافة الى استقرارها ونموها المستمر في الفترة الاخيرة المزيد نتابعه في سياق العرض التالي اشتركوا في القناة اشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج القمة الثلاثية بين مصر والاردن والعراق والتي استضافتها القاهرة مدبولي اكد خلال اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لبحث البرامج الخاصة بالتعاون بين الدول العربية الثلاث سواء ما يتعلق بتجارب الرط الكهربائي او بالمشروعات في قطاعات الاسكان وشبكات النقلة وذلك لتفاعل هذه البرامج سريعا ولتنفيذها بشكل ادقى في سياق اخر اكد رئيس الوزراء ان ما حدث من تحديات في تطبيق نظام الامتحان الالكتروني لا يقلل من حجم ما حدث من تطوير مشيرا الى انه يتم العمل على معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت خلال هذه التجربة مجددا التأكيد على ان هذا الامتحان لن يؤثر على الدرجات النهائية للطلبة هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات في اجتماع اليوم نتابعها في سياق هذا العرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باختيار ميجلة ذابانكر العالمية لوزير مالية محمد معيط كأفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لألفين وتسعة عشر أوضح البيان أن أهم أسباب الاختيار هو ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية من خفاض مستويات بين العام إلى ثنين وثمانين بالمئة بحلول عام الفين وعشرين جدد وزير الخارجية سامح شكر التأكيد على موقف مصر الثابت من الجولان السوري باعتباره أرضا عربية محتلة وفقا لمقرارات الشرعية الدولية وخلال لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بالعاصمة واشنطن شدد شكر على ضرورة العمل على التصدي للمعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة الدفع قدما بعجلة التسوية العادلة لتحقيق السلام هذا وقد اتفق الوزيران على تكثيف التشعور السياسي وتبادل الزيارات خلال الفترة القادمة فضلا عن الاتفاق المبدئي على عقد الدورة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في القاهرة أكد وزير الخارجية سامح شكر حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتطوير برنامج المساعدات الأمريكية لمصر خلال لقائه مع السناتر الجمهوري ماركو روبيو وعضو لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي شكري شدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي للدول الداعمة والممولة لها نقاءات مكثفة وزيارات متبادلة بين القاهرة وواشنطن للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين المزيد في هذا العرض موسيقى موسيقى بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية بحثت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك في ضوء فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور باستراليا رحبت السفيرة نبيلا مكرم بزيارة الوفد إلى مصر خلال زيارتهم لمنطقة الشرق الأوسط في إبريل القادم وأنها ستعمل على ربطهم بأهم الجهات المعنية بالدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص فيما أشهد رئيس الغرفة التجارية الاسترالية العربية بدور الجالية المصرية في المساهمة في إنعاش خطوط التجارة في استراليا أعلن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار إقامة منصة حوار للشباب على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي سيقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من الرابع إلى السادس من إبريل القادم بالعاصمة الإدارية أضف الوزير أن تنظيم هذه المنصة يأتي في إطار إيماني مصر بأهمية الشباب وتفعيل دوره في الحوار وتبادل الرؤى فضلا عن أهمية مشاركة الشباب في تحقيق أجندة وخطط التنمية المستدامة 20-30 مضيفا أن المنتدى سيكون نقطة التقاء لأكثر من ألفين من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات بشكل يومي بعدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المختلفة أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الانتهاء من إجراء أكثر من 118 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من قوائم الانتظار وشددت وزيرة الصحة على الانتهاء من كافة العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك جاء ذلك خلال متابعتها للمبادرة الرئاسية مع القائمين عليها بديوان عام الوزراء حيث وجهت برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بكافة المستشفيات العاملة بالمنظومة وجهت برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة المستشفيات لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة في تخصصات القلب المفتوحة والقسطرة القلبية والرمض كما شددت الوزيرة أيضا خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الحالات التي سجلت على منظومة قوائم الانتظار ولم تأتي للمستشفيات لتلقي الخدمة حرصا من الدولة على تلقيهم للخدمة الطبية ورد إلينا هذا النبأ العقل لأعلن رئيس وحزب مستقبل وطن تأييد الحزب بالكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب كما أعلن حزب النور موافقته على تعديل المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات فيما أكد حزب المصريين الأحرار أنه مع التعديلات الدستورية لأهميتها في المرحلة الحالية هذا وقد أكد متحدث حزب الوفد وممثل الحزب في الحوار المجتمعي تأييده للتعديلات الدستورية كما أعلن أن زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات أمر كان واجبا وأن الحزب يوافق على زيادتها من جانبه أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري ضرورة منح مجلس الشيوخ للصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة وأن تكون هناك آلية للفصل في أي نزاع بينه وبين مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر قرر منتد الاستثمار المصري البلغاري زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري إلى مصر أكد المنتدى في ختام أعماله أهمية المنتدى كآلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار ودعت وزيرة الاستثمار سحر نصر الشركات البلغارية يتايل ضخ المزيد من الاستثمارات مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في بحول تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة فيما أكد وزير الاتصالات عمر طلعت ضرورة تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظى به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية بينما دعا أليكساندر مانولوف نائب وزير الاقتصاد البلغاري إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية بين البلدين أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملة أن شركات قطاع البترول المصري تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في الأردن وذلك في إطار التكامل بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي ومذكرات التفاهم الموقعة جاء ذلك خلال رئاسة الملة لاجتماع الجمعية العامة لشركة فجر للغاز الطبيعي لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 حيث تم استعراض أهم نتائج الأعمال ومؤشرات الآداء والموقف التنفيذي لمشروعات إمداد الغاز الطبيعي داخل البلدين أكد وزير البترول طرق الملة الأهمية التي توليها الوزارة لصيانة المنشآت والمعدات البترولية لما تحققه من نتائج إيجابية في زيادة الطاقة الإنتاجية الملة قال خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة إن رؤية قطاع البترول لإيجاد كيانات متخصصة في أعمال الصيانة البترولية قد أثبتت جدوها حيث حققت تلك الكيانات نتائج أعمال متميزة أهلتها لزيادة استثماراتها وأعمالها داخل قطاع البترول وأهلتها للانطلاق بأعمالها المتخصصة داخل مصر في عدد من المشروعات الصناعية وكذلك في العديد من المشروعات البترولية عربيا وإفريقيا خاصة أسواق الأردن والسعودية والعراق أشادت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني بما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأمر الذي يدفع نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية الوكالة توقعت في تقريرها أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار من المتحصلات الخارجية الجارية بما يتوافق مع مظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة ورجحت الوكالة استمرار المصاري النزولي لدين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة متوقعة أن يتم تراجع عجز الموازنة العامة إلى ما يقرب من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 مع اقتراب تحقيق فائض أولي يبلغ 2% وفق ما تم التخطيط له من قبل الحكومة وترى الوكالة أن هناك التزاما سياسيا من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلة كبيرة من المتوقع لها أن تستمر أكد رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش أكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة السيد الرئيس لما يتم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة بمنطقة قناة السويس لتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية في تنمية سيناء وشرق القناة مميش قال خلال زيارته للإسماعيلية إن المنطقة الاقتصادية ستصبح قريبا واحدة من أكبر المناطق في العالم وإن معركة التنمية الحقيقية لمصر وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة تنطلق بالفعل من منطقة قناة السويس وذكر أيضا الفريق مهاب مميش أثناء زيارته لمحافظة الإسماعيلية بأن هناك العمل الذي يتم على مدار الساعة بالتزامن مع التوسع في إقامة الأنشطة الاقتصادية والتنمية المتنوعة لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 104 مليار دولار و300 مليون دولار عام 2016-2017 نتيجة لزيادة التحويلات الواردة لشراء أذونات الخزانة المصرية من غير المقيمين لتصل إلى 7 مليار و500 مليون دولار عقب قرار تحرير سعر الصرف أكد الجهاز ارتفاع التحويلات الواردة لشراء الأوراق المالية بمعرفة غير المقيمين وتركزت متحصلات النقد الأجنبي في المنطقة العربية بإجمالي 41.5% من إجمالية المتحصلات بينما تضاعفت قيمة التعاملات النقدية مع دول الكوميسا لتصل إلى مليارين و200 مليون دولار بنسبة ارتفاع تقدر بـ 90.2% يجرى العمل على قدم وساق بمحافظة الجيزة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من الشهر القدم أكد محافظة الجيزة لواء أحمد راشد أنه يتم تطوير شارع الأهرام بالكامل باعتباره أحد الطرق الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الشارع وتشمل أيضا تطوير الجزيرة الوسطى به موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية رصده لحالة من التجاهل التام من صفحات التواصل الاجتماعي للتنظيمات اليمينية للهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كراست شيرش بنيوزيلاندا وأكد المرصد أن اليمين يستخدم التطبيقات والمواقع السرية على طريقة تنظيم داعش الإرهابي مشيرا إلى أن التيارين الإرهابيين يمارسان العنف والقتل تحت دعاوى باطلة حول التمييز والتفرد والدفاع عن الأمم والحضرات رغم أعلان قوات سوريا الديمقراطية نهاية تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من محاربة هذه الآفة في سوريا والعراق فإن العديد من الخبراء لا تزال المخاوف تنتابهم من استمرار خطورته في المنطقة لتظل استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلخص في الرؤية المصرية متمثلة بالتصدي له كتبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة عسكرية من التحالف الدولي كلمة نهاية لتنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من ظهوره كنابت شيطاني في سوريا والعراق مستغلا الحالة الفوضى التي عمت منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث العام الحادي عشر بعد الألفين واليخرق قادة قصد ليزف بشرى النصر على أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم إلا أن العديد من الخبراء شككوا في هذا الإعلان والنصر تم القضاء على التنظيم على الأرض أو بشكل جغرافي وإن كان هذا الأمر أيضا مشكوك فيه ولكن التنظيم ما زال موجودا بأفكاري نجح وما زال في تجنيد العشرات بل والمئات في العديد من العواصم العربية والأوروبية فالتنظيم صاحب السجل الإرهابي الأشر في التاريخ ظل سنوات يعمل في السر قبل أن يعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبر مسجد النور الكبير في مدينة الموصل العراقية عام 2014 قيم دولة خلافته المزعومة في المناطق التي سيطر عليها التنظيم وبلغ ثلث العراق وسوريا وهما يعزز تخوف الخبراء من استمرار خطورة التنظيم رغم الإعلان عن القضاء عليه في آخر جيب له بسوريا الخطر الحقيقي لداعش هذا الخطر ربما يتمثل في مئات الخلايا والذئاب المنفردة والمتجمعة التي ربما ذهبت إلى أوروبا واعتقد أنها قادرة على تنفيذ عمليات مسلحة كان داعش يتواجد في أرض وكان مرئي وكان يتم التعامل معه من قبل التحالف الدولي ليس بالصورة التي نراها راضي على هذا التنظيم أو تقضي على هذا التنظيم ولكن الآن أصبح التنظيم أشبه بالشبح الذي لا يمكن القضاء عليه وبدون التهويل من إعلان الانتصار على التنظيم الإرهابي وبدون التهويل من قدرات داعش الإرهابية إلا أن استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلقص فرؤية المصرية التي ظلت ترفع القاهرة صوتها بها عبر كل منبر دولي متمثلا بالتصدي الشامل للإرهاب ومموليه هو حاليا في شتات وفي تدمير مساحتهم الأرضية خلاص شبه إطلغت إنما لا زالت قيادته تعيش على سطح الأرض لا زال بعد مقاتليه وأحنا نطالب جميع الدول بما فيهم الدول الأوروبية أن يأخذوا مقاتلي داعش المأسورين في سوريا وفي العراق إلى أوطانهم لتقديمهم للمحاكمات القضائية العادلة هذا هو المطلب الذي نتمنى من العالم كله أن يتكاتف للقضاء على هذا التنظيم حتى لا يعد مرة أخرى إننا نضغط ويبقى فيه استمرار في الضغط على هذا التنظيم سواء أديولوجيا سواء اقتصاديا سواء مصادرة أموالهم أو إلغاء الملاد الآمن له جاءت هزيمة التنظيم الإرهابي ودولة خلافته مزعومة بعد خمس سنوات منذ أن جياشت الولايات المتحدة العديد من القيش للحرب على داعش تحت مسمى التحالف الدولي إلا أن خطره ما زال مستمرا قد تنظيم يعمل تحت الأرض ويطلق الدعم والتمويل والحماية من دول باتت معروفة بالاسم للعالم بأسره ولا نجات للعالم من هذا القطر الداهم إلا بالاستماع لصوت مصر التي طالما نادت بتكاتف الجهود الدولية لوضع استراتيجيات شاملة لمجابات الإرهاب وتكفيف منابعه ورد إلينا هذا الخبر العاجل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية والي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد النهيان 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهدف مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتل بينما اكدت الدول الاوروبية الاعضاء بمجلس الامن بريطانيا وفرنسا والمانيا وبولندا وبلجيكا رفضها للقرار الامريكي قصفت ميليشيات الحوثي مطاحن البحر الاحمر في الحديدة غربي اليمن بقضائف الهاون ضمن تصعيد مسلح واختراقات مستمرة للهدنة الاممية المعلنة في نهاية ديسمبر الماضي اضف مصدر عسكري ان قذيفة مدفعية سقطت قرب صوامع غلال مليئة بكميات كبيرة من القمحة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي ويأتي في وقت قتل واصيب فيه ما يقرب من 77 مسلحا حوثيا في معارك عنيفة مع الجيش اليمني في محاور قتالية متعددة بالضالع جنوبي البلاند استشهد مسعف فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وقعت في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وفي وقت سابق قال مسعفون للصحفيين ان اربعة شباب اصيبوا بالرصاص الحي احد هؤلاء تمت اصابته في البطن وهو مسعف يعمل في الاغاثة الطبية الفلسطينية واشاروا الى ان قوات اسرائيلية اطلقت الرصاص الحي والمطاطية صوب الشباب الذين رشقوها بالحجارة اثناء اقتحامها لمخيم الدهيشة بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تطورات الاوضاع في الساحة الليبية وتطورات الحل السياسي العاهل السعودي اكد خلال اللقاء حرص المملكة السعودية على امن واستقرار ليبيا متامنيا للشعب الليبي التقدم والازدهر كما استقبل العاهل السعودي رئيس الوزراء وزير الدفاع الاردني عمر الزراز واستعرض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتنمية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات اضافة لبحث تطورات الاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية اشتركوا في القناة اعقد اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية للتحضير للقمة العربية الثلاثين في تونس شهد بداية الاجتماع تسلم مندوب تونس بالجامعة رئاسة الدورة من مندوب السعودية رئيس الدورة السابقة استعرض خريطة الازمات التي تمر بها منطقتنا العربية فاننا نرى ايران حاضرة وبقوة في تسعير هذه الازمات وتعميق المعاناة الانسانية للشعوب العربية بلا وازع من دين او اخلاق او ضمير من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لعالمنا العربي بإثارة الفتن المذهبية والطائفية ودعم الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج اطار السلطات الشرعية والسعي الى تفتيت الوحدة الوطنية لشعوبنا لم تقتصر هذه السياسات الايرانية العدوانية على ذلك بل امتدت لتشمل دعم الحركات الارهابية في المنطقة وتصنيع الصواريخ الباليستية وهو الامر الذي يهدد الامن والاستقرار العربي والاقليمي كما يهدد الامن والسلم الدولي تنعقل قمة تونس العربية الثلاثين في ظروف عربية واقليمية ودولية بلغة الدقة ومن هذا المنطلق فان حكمة قادتنا ووعيهم بحجم التحديات المتعاظمة يمثل خير دافع لنا للعمل سويا على ان تساهم هذه القمة في بعث امال جديدة وواعدة لتستجيب لتطلعات شعوبنا ودولنا العربية تأكيدا لحقها المشروع في ان ينعم فيها المواطن العربي بحياة كريمة في كنف الامن والاستقرار اكد الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمان حسن علي العمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية خلال القمة الثلاثين بتونس وفي تصريحات خاصة لاكسترانيوز اضاف السفير ان هناك استراتيجية كاملة لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية تم لقاء على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصاد والاجتماعي وناقش جملة من الموضوعات التي سيتم طرحها للمجلس على مستوى الوزراء ثم من بعد ترفع للقمة حقيقة اهم الموضوعات هو تقرير عن مستوى تنفيذ الغرارات السابقة للقمة قمة الظهران والقمة التي سبقتها باعتبار انه كثير جدا من القضايا الكلية في التكابل الاقتصادي العربي تم اتخاذها وهناك خطوات لتنفيذها منها موضوعات الامن الغزائي العربي باعتبار انه واحد من القضايا المهمة جدا العرب الآن يستوردون غزاء في حدود 35 مليار دولار وهذا رغم كبير جدا بالرغم انه امكانيات الوطن العربي يمكن ان تنتج مثل هذا الغزاء واكثر منه ايضا موضوعات منطقة التيار الحر العربية الكبرى باعتبار انها هي محور للعمل الاقتصادي العربي نعمل من خلالها على زيادة التيارة البينية بين الدول العربية في مجال السلع وفي مجال الخدمات ايضا موضوعات الربط الكهربائي والسغل العربية المشتركة للكهرباء وهذا موضوع غطعنا فيه بعض الشوب في تنفيذه هناك غضايا الاقتصاد الرغبي والاقتصاد المعرفة وايضا صدرت فيها غرارات سابقة فالتقرير سيشمل جملة من الغرارات السابقة التي تم اصدارها من الغرارة العرب ويبين موقف التنفيذ لهذه الغرارات ايضا هذه القمة تنظر في عدد من الموضوعات الاقتصادية بالرغم ان معظم الغرارات الاقتصادية تم اتخاذها في قمة البيروت التي كانت غمة اقتصادية تنموية مخصصة بالكامل للغضايا الاقتصادية والاجتماعية لكن لأهمية الموضوعات الاقتصادية اصبحت الغمة العادية تحمل يعني ملفات اقتصادية واجتماعية هناك يعني موضوع خاص بالخطة التنفيذية الاستاناتية العربية للاسكان والتعمير باحتبار ان هذا واحد من الموضوعات الاساسية من خلاله بنزعى للتنفيذ الهدف الحادي عشر من هدف التنمية المستدامة الذي يتحدث عن يعني أن تكون المدن والمستلطنات البشرية يعني شاملة امنة مرينة ومستدامة فستتقدم يعني مخترع غرار للوزراء يتم رفعه من بعد الاسادة الرؤساء يعني ننتقل الآن لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق تقييم الحوادث في اليمن مهمة جوية باستخدام قنابل موجهة اصابت الاحدافها بدقة المصنع بعد عملية الاستهداف التي حصلت ويلاحظ بسور لم يتعرض لأي اضرار المنازل القريبة او المبانئة القريبة في مختلف الجهات لم تتعرض لأي اضرار من جراء هذا الاستهداف حيث كانت الاصابة دقيقة ومباشرة في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى ان الاجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف كانت اجراءات صحيحة في التعامل مع هذا الهدف العسكري المشروع المتمثل في مستودعات للأسلحة وضعت في مجمع الشهاب الوارد في الدعاء الامر الذي يتفق مع القانون الدولي الانساني والقواعد العرفية الحالة رقم واحد ستين نفس الحال ينطبق على ما ورد في الحالة ستين بالترقيم الموجود داخل الفريق ورد الى الفريق تقرير من منظمة العافو الدولي بتاريخ ثمانتعشر ثمانية الفين وخمستعشر مفاد هذا التقرير ان قوات التحالف اصابت منزل بقنبلة في حي المجلية جنوب تعز عند الساعة الثالثة وخمس واربعون صباحا بتاريخ ست عشر ستة الفين وخمستعشر الامر الذي تسبب في مقتل خمسة افراد وقد تضمن في هذا الادعاء وفي تلك الليلة استهدفت ثلاث ضربات جوية في حي المجلية وكانت بفاصل دقاط معدودة بين كل ضربة حيث ان الضربة الاولى والقنبلة الاولى اصابت مدرسة اروى التي طبعا بحسب انا اقتبس ما جاء في الادعاء التي زعمة ان جماعة الحوثي وصالح تستخدمها مركز للحجز واصابت القنبلة الثانية منزل يبعد مسافة ثلاثين متر عن مدرسة اروى بقنبلة فيما سقطت القنبلة الثالثة في فناء نفس المنزل الذي كان القبو فيه يأوي في حين 13 شخص بعد ان نزلوا اليه عند سماع دوي الانفجارين السابقين قام الفريق المشترك بالبحث والتقصي عن هذه الحادثة وبعد اطلاعنا على جميع الوثاق المتعلقة بها معروضة من حضاراتكم امر المهام الجوية واجرات التنفيذ وجدوى الحصر المهام اليومي وتقارير ما بعد المهم المعدة من التشكيل الجوي المنفذ لهذه العملية وكذلك الحال تحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ومدى تطابق الاجراءات التي تمت مع قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف وكذلك الحال مدى تطبقها وتوافقها مع احكام القانون الدولي الانساني والقواعد العرفية بعد تقييم الادلة التي سبق ذكرهات بين الفريق المشترك انه بناء على معلومات استخباراتية وردت الى قوات التحالف مفاد هذه المعلومات الاستخباراتية عن تواجد كثيف لميليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة تعز هذه القوات تستعد للهجوم على مواقع القوات الشرعية ويتواجد غياريين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة تحديدا في داخل مدرسة اروا في حي المجلية هذه المدرسة التي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة بناء على ما تم تم تنفيذ مهمة استطلاع ومراقبة لتحقيق التحديث المستمر لهذه المعلومات الاستخباراتية التزاما بضمان درجات التحقق استنادا إلى القاعدة العرفية رقم 16 تم اعداد خطة للعمليات واختيار توقيت المناسب للاستهداف التزاما بمبدأ التناسب واحتخاذ الاحتياطات اللازمة واستنادا إلى القاعدة العرفية رقم 16 في القانون الدولي الانساني العرفي بغرض ضمان تقليل أقل حد ممكن من الأضرار الجانبية في الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثة الموافق 16-6-2015 تم تنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع متمثل في تواجر قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مدرسة أروة حيث تم استخدام قنبلتين موجهتين أثناء هذه العملية العسكرية أصابت أهدافها بدقة موقع المدرسة قبل طبعا هذه صورة جوية لموقع المدرسة قبل عمليات الاستهداف مدرسة أروة ورد في المعلومات الاستخباراتية أنها تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثية المسلحة واصبحت تستخدم للأقراض العسكرية تبين الفريق المشترك نقوات التحالف قامت باتخاذ احتياطات اللازمة لتقرير الأضرار إلى الحد الأدنى بناء على ما يلي أولا أن الاستهداف تم في وقت خلو الموقع من المدنيين الساعة الثالثة صباحا القصد في كان تطبيق مبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة بقرض تقليل أي حدوث أي خسار بشرية في المدنيين وأن المدرسة لم تكن طبعا يتواجه فيها أي من الطلبة أو من المدرسين في هذا الوقت تحديدا علما بأن المدرسة قد تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة اثنين أن قوات التحالف استخدمت قمبلتين فقط دقيقة الإصابة في عملية الاستهداف هذه القناة بمخلال مشاهدة الفيديو لهذه العملية قد أصابت أهدافها المحددة بدقة كما أن الفريق تبين له الآتي لم تنفجر أحد القنبلتين في هذه العملية بسبب خلال فني في أحدى هذه القنابل اثنين لم يثبت سقوط أي قنبلة على منزل يبعد مسافة ثلاثين متر عن مدرسة أروة وكما جاء في فحوة هذا الإدعاء ثلاثة لم يثبت أن قنبلة ثالثة قد سقطت في فناء منزل بحسب ما جاء في هذا الإدعاء الموقع سقوط القنبلة الأولى على مدرسة أروة ويلاحظ الأضرار التي حدثت في هذه المدرسة وهذا الموقع المعروض أمام حضرة يواصل مجلس العموم البريطاني جلساته لمناقشة تطورات ملف البريكزت كانت رئيسة الوزراء البريطانية رزمي قد عقدت اجتماعا وزريا قبل التصويت المرتقبي للبرلمان على السيطرة على الجدول الزمني الذي يتيح للمشرعين التصويت على بدائل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رفضت الحكومة البريطانية عريضة وقع عليها أكثر من خمسة ملايين بريطاني هذه العريضة تطالب بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ذكرت صحيفة الجارديون البريطانية أن أعضاء مجلس العموم سيناقشون هذه العريضة في الأول من إبريل القادم وفق القانون الذي يمنح البرلمان الحق في مناقشة أي عريضة تنشر على موقع الحكومة الرسمي من جانب بريطانيين وتحصل على مائة ألف توقيع من جانبها قالت الإدارة المعنية ببريكزت في الحكومة البريطانية إنها تحترم وبصرامة نتيجة استفتاء 2016 وستعمل على تنفيذ عملية خروج تصب في مصلحة الجميع كشف النائب الأول لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب الروسية عن إحباط عشرين هجوما إرهابيا لاستهداف البلاد خلال العام الماضي أضف أيضا أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب تم تحييد عشرة قادة إرهابيين وتم تحييد تسعة وستين مسلحا بينما تم اعتقال سبعة وثلاثين قياديا ومائتين وسبعة وخمسين مسلحا آخرين مشيرا إلى أن عدد الجرائم المسجلة انخفض بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017 ننتقل الآن لمتابعة وقائع جلسة مجلس الأمن هذه الجلسة التي تعقد لبحث قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة وعربنا عن تضامننا الكامل مع شعب مالي في هذه الفترة الأليمة لقد رافقنا ممثلة الاتحاد الأوروبي التي شاركت في إطار الشراكة بين المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في دعم الساحل وقمنا بدعوة أيضا مجلس الأمن والسلام تابع الاتحاد الأفريقي ولكن عاجزة عن الانضمام إلينا بسبب انشغالات أخرى سأتحدث عن الزيارة إلى مالي وذلك قبل أن أعطي الكلمة إلى الزميلين من كوديفوار وألمانيا وسيتحدثان عن بركينفاسو والقوة الخماسية في مالي ركزنا على تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها في الولاية الأخيرة لمينوسما وذلك في إطار الاجتماع الوزاري للمجلس في 19 مارس وسيتم اتخاذ قرارات هامة حول مستقبل المرافقة الدولية لعمليات السلام في مالي ومستقبل المينوسما المجلس التقى بالرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء من البرلمان وممثلين من المعارضة وأعضاء من المجتمع المدني والمنظمات النسائية عفواً كما شاركنا في اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وتم تنظيم لقاء أيضاً مع عدد من الجهات الأمنية في مالي والساحل أخيراً كان هناك فعالية لإحياء أكثر من 200 من حفظات السلام في مالي الذين فقدوا أرواحهم خلال القيام بعملهم لاحظنا تقدم ملحوظ تحقق منذ يونيو الفائت عقد الانتخابات الرئاسية بدعم من المجموعة في الشمال وعملية اللامركزية وإطلاق عملية نزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج ومرسوم حول معايير الاندماج في الجيش المستقبلي الذي سيعاد إنشاؤه هذه الإنجازات تأتي بسبب إعادة انخيرات الأطراف المالية بعد اتفاق السلام والتزام الرئيس ورئيس الوزراء وتنفيذ إطار دولي مرافقة لعمليات السلام وتحديد وهذا بحسب معايير القرار ذات الصلة ومنظومة الجزاءات إن المتحدثين تحدثوا عن دور من أسماء الأساسي لدعم هذه الجهود كما أصرينا على المحاولات التي قمنا بها وذكرنا أن مجلس الأمن ينظر في المرافقة الدولية الاستثنائية لمالي وذلك في إطار دينامية تنفيذ اتفاق السلام بشكل خاص وعربنا عن أسفنا أن عدد من الأولويات التي تم تحديدها في القرار 24-23 لم تنفذ قبل استحقاق مارس أفكر في الإدماج الفعال لألف مقاتل وإنشاء منطقة تنمية محددة للشمال كما أصرينا على أهمية التعجيل بي وترتيب الأولويات لتنفيذ الاتفاق وصلتنا الضوء على الأولويات الأساسية والأهداف الأساسية عملية استعراض الدستور خطة شاملة لتنفيذ استحقاقات أساسية في شمال المالي إذن تابعنا هذا الجزء الخاص بجلسة تتحدث عن التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية حول الجولان المحتلة نذكركم في نهاية هذه الجولة الإخبارية بأهم الأخبار العاجلة التي وردت إلينا أعلن رئيس حزب مستقبل وطن تأييد الحزب الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب كما أعلن حزب النور موافقته على تعديل للمادة رقم 140 من الدستور والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات فيما أكد حزب المصريين الأحرار أنه مع التعديلات الدستورية لأهميتها في المرحلة الحالية هذا وقد أكد متحدث حزب الوفد وممثل الحزب في الحوار المجتمعي تأييده للتعديلات الدستورية كما أعلن أن زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات أمر كان واجبا وأن الحزب يوافق على زيادة المدة من جانبه أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري ضرورة منح مجلس الشيوخ الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة وأن تكون هناك آلية للفصل في أي نزاع بينه وبين مجلس النواب هذا وقد تغيب رئيس حزب المحافظين عن جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بالبرلمان بالرغم من توجيه الدعوة للحزب لإبداء رأيه ترجمة نانسي قنقر كان هذا النبأ العاجل الذي ورد إلينا في هذه الجولة الإخبارية هكذا إذن نختتم معكم هذه الجولة للمزيد من الأخبار تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخبارية اشتركوا في القناة